الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عاد لي وليا فقد آغنته بالحرب وما تقرب إلي يا عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ورجله الذي يمشي بها ويده التي يبطش بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذا الحديث رواه الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وفيه فوائد نقف معها بإذن الله عز وجل في هذه العجالة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى ذكر أولا أن لله تبارك وتعالى أولياء صالحين لأنه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي رواية من آذى لي من الأذية يعني من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلنت عليه الحرب إذن الجزئية دي فيها فائدة إن ربنا تبارك وتعالى له أولياء صالحين عباد صالحين من عباد الله عز وجل أذين ربنا ذكرهم في القرآن قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهاداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فربنا ذكر أن له أولياء صالحون وقال الله تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن أول دي فائدة تثبت معاك نحن نؤمن إيمانا جازما أن لله تبارك وتعالى أولياء وذي ما من ننكر أبدا لأن من أنكر أن لله أولياء فقد أنكر القرآن وأنكر السنة ومن أنكر القرآن والسنة ولو حرف واحد فهو كافر خارج عن ملة الإسلام إذن دي أول معلومة تثبت معاك إن نحن في عقيدتنا نثبت أن لله عز وجل أولياء صالحين أولياء صالحين منهم من ذكرهم الله في القرآن ومنهم من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ومنهم من يعني ذكر الله عز وجل لهم صفات فإذا اتصفوا بهذه الصفات كانوا من أولياء الله الصالحين ونحن لا نجزم لأحد أنه هو ولي أو ما ولي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوحي انقطع ثاني بعد كده ما نستطيع نقول فلان دا ولي من أولياء الله الصالحين لكن إذا توفرت فيه الشروط نقول نحسبه من أولياء الله ولا نزكيه على الله لأن ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزكي الرجل أخاه فإن كان فيه خيرا فليقل أحسبه ولا أزكيه على الله دي فايدة أولا الفايدة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة من صفات هؤلاء الأولياء قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يبقى أول حاجة أول صفة من صفات أولياء الله الصالحين بعد تحقيق الإيمان والتقوى لا ندق بالدي الإيمان والتقوى لأن ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب الإيمان والتقوى إذا ما تحقق في العبد لا يمكن يكون ولي من أولياء الله الصالحين ومن الإيمان الإيمان بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ده ركن أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في صحيح المسلم ومن الإيمان بالله أن تؤمن بل وتعمل على أن الله عز وجل يعبد وحده لا شريك له أستشوف ولي من الأولياء ما بيقول للناس عبدوني ولا بيقول للناس عبدوا فلان من البشر طيب الليلة عندنا في السودان بس داد في ناس كتار الناس بيقولوا إنهم أولياء ودي ما حقيقة ما حقيقة ولا كلام صحيح لأن الولد ما بتغيمه إنت ولا بغيمه أنا الولد بغيمه عمله هل هو عمله ده أعمال بتاعة أولياء صالحين أديك مثال من الأولياء اللي بيقولوا عنهم أولياء السودانين بالذات ويتشوف تقع التباري السودانين والرأي العام ده بتضيح والله والله تضيح لأنه الشعب ده إلا من رحم الله شعب ما مربى على الدين الصحيح وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة شعب مربى على منهج التصوف والله هذه تربية الشعب السوداني إلا من رحم الله مربين على الصوفية ربهم الصوفية الآن ما تجي البيت من البيوت إلا فيه آثار بتاع التصوف لو لقيته خلاص نظيف تلقى فيه سبحة ولا ما ياهو السبحة دي جابه منه حقت الرسول لا ما حقته حقت منه جابه الجماعة ديل وطلعوا ليه أغالي لا لوبة ما لا لوبة اللا لوبة يا خدامة وما تعرف الليل ما ما بنومة ولا لوب هرسو ياه هرسو بتاع شنو ده لو خلاص لقيت البيت نظيف ما فيه عقايد ولا فيه بداع كثيرة تلقى فيه سبحة سبحة جابه الصوفية يا زول فيه انته مجتمع مربى تربية بتاع التصوف لذلك بيتكلموا ساكت قول لك فلان ده ولي ولي اليمنو ولي اليك انته إذا لك انت ما عندنا ما اكشغلة بقي ولي زي ما داير لا يقول لك اولي من اولياء الله بالله من اولياء الله هديل كده الله قال لك هل الله قال لك ده فلان ده قال لك من اوليائي لا ما قال لك الرسول قال لا لا ما قال طيب عرفت من وين انت لقى مولانا ديل بيأكل الكسرة والله هل من شروط الولي انه يأكل الكسرة طيب لو ما عنده كسرة يأكلها يعني ما ولي يعني يا زول ربنا قال الذين امنوا وكانوا يتقون. ما قال الذين يؤكلون الكسر ولا الفتح. الذين امنوا وكانوا يتقون ايمان بالله. ولي ما بناديك انك تعبدو. زي ما قال محمد عثمان عبد المرغني. ده عند السوداني ولا ما ولي. ده ولي عند السوداني. عند السودانيين ولي. ودي ما بتحلو بعدين قدام الله. والله يشوف كانت لمينا سودان ولا ما سودان. كل ذا كانت لمينا. يوم القيامة وجفنا صف واحد قلنا يا الله محمد عثمان المرغني هذا ولي من اوليائك. كان ما طلع ولي. كلامنا ده بحلو. ما بحلو يا زول. ده في الكتاب بتاعه قال لك ان كنت في هم وغم فقم وانته ونادني يا مرغني اتيك بسرعة. اها. قال لك لو كنت في هم وغم وكربة. كربة يعني ضيك. قال لك ناديني انا. قولي يا مرغني يا مرغني. قال بجيك بسرعة. والله ما يجي. الان لو في سوفينا ناديو. كدا نشوف. نحسب بالدقائق نشوف بجيك في سرعة كمه وما بيجي ذاته. لكن كدا ناديو ما بيجي. ولا بيسمع ذاته. يا زول نحنا بنعرف انه البيلحك في الشدائد الله تبارك وتعالى. ربنا قال وان يمسسك الله بضر. فلا كاشف الا. فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير. فهو على كل شيء قدير. ربنا. عمد عثمان ما عنده حاجة. ولا بيلحق. اذا لا يمكن يقول للناس نعدوني انا. اتجد قولي دولي من اولياء الله الصالحين. لا يمكن. الولي يخلي الناس يعبدوه هو من دون الله عز وجل. بل هذا تاغوط من الطواغيط. تاغوط. وهو ولي لابليس. وليس وليا لله عز وجل. في امتى? الذين امنوا وكانوا يتقون. من الايمان. ان تؤمن ان هذا الغيب لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. الغيب. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار دمنه. ده الله تبارك وتعالى عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه احدا. ده ربنا عز وجل. لكن لما تي تقرأ كلام عبد الرحيم الزريبة. ده في السودان ولي ولا ما ولي? ولي. البورعي في السودان. ولي ولا ما ولي? في السودان ولي. لكن تعال كده نشوف كلامه. هل ده كلام بتاعه وليه? البورعي في الديوان بتاعه عند موجود تحتنا. قال لا يا رجال الغيب. انتم حصوننا فما زال مسؤولا على الناس ستركهم. هل البورعي يعتقد انه الغيب يعلم الله براو? الجواب لا من خلال ما كتب. البورع عنده الغيب ده الله بيعلمه. واتحصون بيعلمه. الكباشي بيعلمه. صايم ديمة بيعلمه. واتبدر بيعلمه. كلهم. الجماعة بتاعينه ديل? بيعلموا الغيب عند البورعي. لكن في كتاب الله عز وجل. قل. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام. قل. قل للنازل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب. الا الله. وما يشعرون ايانا يبعثون. يجيب البورعي بكل بساطة. ودوال عند السودانين. ويا سودانين اي. انتم ما ما تتكلموا ساي. زول يقول كلام زي ده تقول لي ولي? ولي كيف يا زول? قال قال انا يا رجال الغيب. عنده رجال بعلم الغيب. انتم حصوننا. فما زال مسهولا على الناس ستركم. ايلحقني ضيم وانتم حمايتي. والهثوا. تلهث كليبتة? ها? والهثوا قال عطشانا. وقد فاض بحركم. لما مشى قدام قال اذا شئتم شاء الله. انتم تشاو اول. بعد ذاك الله طوال يقول لكم اوكي. مش قدتوا. انا تاني ما عندي ما عندي احتراط. ده لازم كلام البورعي. اذا شئتم شاء الاله. وكلكم تشاؤون ما قد شاء لله دركم. ها كلام البورعي. عنده الغيب ده ما بيعلم والله براه. عرفته? قوماك نزاور قال لك. ده في الديوان. قصيدة معروفة. تسمعها في اللزاعات. زاعة النيل اللزرك. يا غناة النيل اللزرك. ساهور. ما تعرف شنوه. ترطور. ساتور. الغنوات بتاعتنا دي. غنوات فاشلة. ما عنده علاقة مع دين النبي عليه الصلاة والسلام. قوماك نزاور. للاولياء الاقطاب قال. منهم خف الحال. منهم مجاهر. منهم عليم بالغيب. باطن وظاهر. باطن وظاهر. بيعلموا الغيب جو وبره. يا اخوانا لو في الغيب بيعلم الغيب. يبقى اصلا ما اسمه غيب ذاته. ولا ما كده. كل غيب ده سموه غيب ليه. لانه غايب. قسي لما تجي يا اخوانا فلان وينو. يقول لك فلان غايب. مش كده? في المدرسة. قال لستاذ لما يجي يقول. اه الحضور. فلان من فلان. غايب يا استاذ. غايب يعني شنو? يعني ما فيه مش كده. طي مو اي اسمه غيب. ما فيه. ما بيعلموا الا واحد. الله تبارك وتعالى. تيد قل ليه. منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده ما ولي يا ناس هوي. ده ما ولي. ما ولي من اولياء الله الصالح. من خلال ما كتب. ومن خلال القصائد النشرة. مش نحنا بنتجنا عليه. لا 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 براه. براه كتب. كتب بيده براه. عرفته? منا من خصائص اولياء الله الصالحين. انهم يعتقدون ان النفع والضر. بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. زي ما قلت لك الاية من سورة الانعام. وان يمسسك الله بضر. فلا كاشف له الا هو. لكن انت عايش هو السوفية. هل عندهم النفع والضر بيض الله? ها? انت كده خلينا. ان احنا خلينا. احنا في النهاية ما بنديك عيات واحد استاني ما عندنا معك شغلة. انت امش للسوفية. قل لهم يا ناس. انتو شيخ كومنو. خوش اي جامع. امش خوش الجامع بتاع السمانية. قل لهم شيخ كومنو. ايقل لك شيخنا البرعي مثلا. او شيخنا احمد الطيب. قل لهم يا ناس. اول حاجة الله قال واني يمسسك الله بضر. فلا كاشف له الا هو. انت مما اجيب الاية دي بيحمره لك. انت بس اقراه بس. الا يقراه. طوالي السوفي بحمر لك ها? ده شكل الوهابي. وهابي? القرآن ده ابتع الوهابي يا صوفي. قرآن ده ابتع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو عارف انت دار تقول له جنه. مما تقول له كده? بيبدأ اتحك حك طوالي السوفي. بعد ده يقول له يا زول شوف. الله مش قال كده. ات ابوك الشيخ ده لا بنفع. لا بضر. لا بالحق. لا بالدجنة. والله ما يخليك. اقل حاجة بكفرك. اقل شي. كما اداك قرجع ولا اداك بنيه. بيقول لك انت كافر. انت كافر. مرة واحدة. السياتو الكافر. ده ولا داك. ياتو بهم الكافر. يقول لك انت كافر. ليه كافر? لانك انت قلت له ابوك الشيخ ما بينفع ولا بضر. وفي الحقيقة ما انت القلت. القال الله. والقال النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت يا اخواننا? فمن اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. ده وقفات قليلة جدا مع هذه الجزئية. وان مدى الله في الاجال بنواصل في باقي الجزئيات. وقد يا اخواننا حمد نورين.